الجزائر أيضا دولة قوية وشهدنا اتفاقيات اقتصادية كبيرة توقع مع تركيا ويبدو بأن العلاقات الجزائرية التركية الآن تتجه ناحية القوة وأن هناك توترات كبيرة بين الجزائر وفرنسا وأن الجزائر تستبدل فرنسا بتركيا كيف ترى هذا الأمر؟ كل الفتن التي زرعتها فرنسا وكل النيران التي أوقدتها فرنسا ستطفئها تركيا سواء في أفريقيا سواء في الجزائر سواء حتى في تونس الآن سواء في ليبيا سواء في اليونان وفي أوكرانيا وهنا وهناك وعلى كل الأصعضة وحتى الفتنة الفرنسية ما بين مصر وتركيا هذه شاركت فيها القيادة الفرنسية يعني سوف تتراجع هذه وستطفى هذه الفتنة بفضل حكمة الرئيس إردوغان وبفضل رغبة الشعبين المصري والتركي والشعوب الجزائرية والتونسية والسعودية والإماراتية في أن تكون أداة أو تتعاون جميعها لنهضة الأمة الإسلامية من جديد نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا